خلينا بقى نروح للوقت للاعبة السكواش وأعلنت رابطة اللعبين المحترفين لسكواش لتصنيف العالمي لسيدات السكواش خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري موسم 2023-2024 وتصدرت البطلة المصرية نور الشربيني لتصنيف العالمي لسيدات السكواش بعد تتوجها مؤخرا ببطولة باريس لسكواش عقب الفوز على المصنفة الأولى نوران جوهر في المباراة النهائية لتنهي الشربيني هايمنة جوهر على الصدارة واللي امتدت لـ 13 أسبوع على التوالي احتفظت طبعا مصر بخمس مراكز في قائمة الطاب تن وتحتل نور الشربيني المركز الأول وتليها نوران جوهر في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث وترجعت نور الطيب إلى المركز السادس وروان العربي في المركز العشر عايزة أقولك دايما بيبقى السكواش احنا متقدمين فيها قوي يا كريم ودايما اسم مصر بيتصدر فيها تصنيفات كبيرة جدا على مختلف مستويات اللاعبات الحقيقة وتحديدا بقى لو يعني هنتكلم عن نور الشربيني يعني يمكن بتحقق أرقام كبيرة جدا وبنشوف مطشاتها دايما كده الند بالند يمكن أنا حضرت لها كذا مطش الحقيقة تبقى مطشات صعبة قوي ولكن دايما بتقدر أنها تحافظ على التصنيف الخاص بيها بصي اللي حصل في ملف السكواش المصري شيء يفرح وشيء بنتعه يعني بمجابه بنتعي دايما يقول يا رب نشوف النجاح الكبير اللي متحقق على مستوى الرياضة دي تحديدا في مصر يستنسخ في كل الرياضات يعني الود والدنيا نحن نشوف أسماء المصريين والمصريات أبطلنا وبطلاتنا متصدرين قائمة أي رياضة في الدنيا الحقيقة اللي حاصل على صعيد السكواش يعني حدث ولا حرج وبالمناسبة احنا مش مجرد متصدرين للتصنيف العالمي السكواش بقدر ما احنا مكتسحين دي يعني فيه شبه احتكار للتوب تان مبدئيا رابطة يعني اللعبين المحترفين للسكواش أعلنت كمان تصنيف الرجال وحافظ البطل المصري علي فرج على صدارة التصنيف في الموسم الجديد وبرضو المصريين سيطروا على قائمة التوب تان كالعادة علي فرج التصنيف الأول على العالم مصطفى عسل لعب النادي الأهلي التصنيف الرابع مازن هشام التامن طارق مؤمن التاسع ونرجع ونقول ده العادي من لعبتنا في السكواش